اشتركوا في القناة وبدعم من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الاجتماع الاول خصص لدرس وضع المستشفيات الجامعية وامكانية زيادة عدد من الاسر في العناية الفائقة في ظل وباء كورونا اما الاجتماع الثاني فخصص للبحث في وضع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية وفقدانها من الاسواق وصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الاسمر المياومين بالفئة غير المرئية فلا احد يلتفت الى الاضرار التي اصابتهم جراء كورونا وقبلها بسبب الازمة الاقتصادية لافتا الى ان عدد المياومين نحو 120 الف شخص واشار الاسمر الى ان ما يجنيه معظم المياومين لا يتجاوز 50 الف ليرة اي 33 دولارا على سعر الصرف الرسمي و 6 دولارات على سعر السوق السوداء ما يجعلهم اساسا من الفئات الاكثر فقرا في المجتمع لسيما بعد الازمة الاقتصادية فضلا عن انهم لا يستفدون من التقديمات الاجتماعية والرعاية الصحية وتعوضات نهاية الخدمة مما يجعلهم فئة ضعيفة من الواجب حمايتها افادت غرفة التحكم المروري ان طريق ترشيش زحلي سالك امام المركبات ذات الدفع الربعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية الى الصين حيث بدأت بكين اجراء فحصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق حيث تواجه الصين اسوأ تفشن لمرض كوفيد 19 منذ اذار الماضي وقال مسؤولون محليون في بيان نقلته رويترز ان كافة الاصابات المحلية والحالات لم تظهر عليها اعراض ويخدع عشرات الملايين لبعض اجراءات العزل العام في مدن شمال الصين وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد اسبيع قليلة ختام الموجز فاصل ونعود لمتابعة برنامج يوم جديد